موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكم النهاردة بإذن الله تعالى عايز أكلم حضراتكم عن هل يمكن استخدام اليوريا ال 46% في الخيار الشتوي في تسميد الخيار الشتوي هل الموضوع ده ممكن ولا فيه حاجات تمنعه أو فيه حاجات بتأيده من الأول خلص أنا لا أؤيد استخدام اليوريا إطلاقا في نبات الخيار وليه لأن نبات الخيار متسلق وسريع جدا وخصوصا في البيوت المحمية لأن كل الظروف الكويسة مهيئة لأن النبات ده هو يبقى كويس وبالتالي وضع اليوريا نفسه معروف أن الأزود فيها عالي فبالتالي هيعمل لي سروالة في النبات طيب إمتى نستخدمها أو فيه ظروف بتحتمها آه فيه ظروف بتحتم علي أن أنا أستخدم اليوريا لو أنت فيه أماكن بردة لو أنت فيه أماكن بردة وأصبحت النهاردة أنا لما بروح عند اللوحة اللي هناك دهيا وببص عليها الصبح بلاقي درجة الحرارة عندي نزلت للـ 12 درجة مئوي رغم أن أنا مقفل كل الدنيا بحلها طيب إذن فبالليل الليل طويل وبالليل درجة الحرارة بتنخفض إذن فالنبات ده وهو صغير بتلاقي التطور بتاعه ضعيف تمام؟ يبقى بتستخدمها وقت الحرارة ما بتكون منخفضة جدا وإصبح نمو النبات عندك ضعيف وشايف القلبة هو ما هوتش يعني بيتحرك آه بس الحركة بتاعته بطيئة جدا تمام؟ هل هنا ممكن أستخدم؟ آه هنا بقى لازم أتدخل بحاجة فيها يوريا سريع مش يوريا وبس يا جماعة لا أنا لو عندي يوريا في صفايت ممكن أحط لي البيت الصغير اللي عندك دهوت تحط له كيلو لمدة أسبوع هتلاقي الأمور بعد الأسبوع دهوت ابتدت تتغير معاك جزري ابتدت تتغير معاك جزري لأن حتى أنا لو دخلت بالتسميد الورقي على نمو الخضر الصغير دهوت ما فيش نمو الخضر يستحمل المبيد أو ياخد مبيد كتير يعني حاجة بسيطة خالص فبالتالي حتى التسميد الورقي في الوقت دهوت مش هيكون مجدي قوي طب ما لإيه اللي هيحصل؟ قلنا هنجيب يا إما اليوريا في صفايت يا إما نجيب اليوريا 46% بتاعته طب اليوريا 46% هعمل إيه؟ نص جرام نص جرام يوريا مع نص جرام ماب نص جرام يوريا مع نص جرام ماب أو لو ما كانش فيه ما بيبقى نص جرام يوريا مع واحد جرام حمض فسفوريك للنبات في العمر اللي حضرتك شايفه دهوت؟ بعد أسبوع بالضبط هتلاقي الدنيا اتغيرت معاك وأوعى تسمد الخيار يوريا وبعد الشهر لا يمكن يستخدم يوريا بعد حتى العشرين يوم لا يمكن يستخدم سماد اليوريا إطلاقا ولا والجو بتاعك كويس دافي لا يمكن تستخدم اليوريا إطلاقا ولو فيه عندك تزهير لا يمكن يستخدم اليوريا إطلاقا ما تستخدمش اليوريا خالص على الخيار إلا في الحالات إلا أنا ذكرتها لحضرتك دهيا بس وما لا تستخدم إيه؟ عندك نطارات النشادر عندك نطارات النشادر 33.5% وفيه بالنسبة لي دول الخليج اللي ممنوعة عنهم نطارات النشادر عندك سلفات الأمونية برضو ممكن تستخدمها ولكن لا تستخدم في الجو الحار لا تستخدم إلا في البرودة في فصل الشتاء بداية من شهر 11 حتى نهاية مارس أكتر من كده لا يمكن تستخدم سلفات النشادر اليوريا بتستخدم فين؟ لما يكون الوضع قدامنا هوا الدرجة الحرارة انخفضت النبات بداش تطور معايا خايف على أن أنا يدخل علي شهر 12 ولسه ما عملتش نموه خضر كويس ممكن أدخل بيه اليوريا والماب أو أدخل بالبيوريا في صفايت لو موجود عندي يوريا في صفايت ماشي لو مش موجود يبقى نص جرام يوريا مع نص جرام ماب الماب هيبدأ ينشط لك الجزر شوية واليوريا في نتيجة الأزوت العالي شوية فيها هتبدأ تنشط لك النموه الخضري وهتعدم المرحلة دي بعد يسبوع بالزبط لو انت دفيت كويس هتلاقي النبات يبتدى يتطور معاك تطور كويس جدا بدل ما يدخل عليك البرد والنبات مش هيكبر ولا هتاخد منه فايدة نتيجة انك انت أساسا أهملت النبات من الأول بشكركم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته